لم أفهم هذا الناس دائما يدخموا الأمور دائما كنا نأخذ حاجة بسيطة جدا وهذه حاجة عادية وكنا ندخموا فيها حتى يقول كل شي يهدر عليها الأساتيدة ليست مفروض عليهم أنهم يمشيوا ويخدموا في الإحصاء ليست مفروض عليهم الدولة فقط كأختيار كأقتراح ستعليم أنه الذي يريد من الأساتيدة أن يخدم هذه الخدمة فهذا الصيف هذا يدير هذه المهمة ممكن يديرها أصلا الأساتيدة هم الموتوق فيهم لأنهم لديهم صوابق لأنهم قارين أو هذه ثاني حاجة ولأنهم ركا نتقوا فيهم لنجعلهم ولداتنا إذن ممكن نتقوا فيهم لأنهم نعطيهم هذه المهمة أما إذا لم نعطينا هذه المهمة للإحصاء للشباب كيفما كانوا وما كان نقش من الشباب الشباب الذين قارين واعين كثير من الأساتيدة بروسهم الشباب الذين قارين وأنا كنعرفهم لا شيء أستاذ ولكن قاري وواعي ولكن يسمع أستاذ اسكتوا هذا المعنى ولكن كنين بعض الشباب كنين شيء وحدين شيء وحدين ركا نتعرفه هم هؤلاء يديهم صوابق واحد عنده صابقة في السارقة مثلا واحد عنده صابقة في الاغتصاب واحد عنده صابقة في كده وكده وكده غير تعطيه هذه المهمة غير تعطيه الصلاحية أنهم يدق لوحة دار ويسولهم ويعرف المعلومات ويسولهم يعني ركا نتعرفه واحد المجموعة للجرائم الممكن أن يرجع لها من بعد يعني يعني الناس اللي لصالحي لهذه المهمة هم الناس اللي موظفين قبله وكتعرفهم الدولة وعندهم هذا يعني نقايا في السجل العدل لهم لف الحالة لهم واعين يعني ممكن يؤديوا هذا المهمة بنجاح فقط هذا الشيء يعني هذا الشيء هذا في أمريكا وفي أوروبا ممكن ناس يخدمون ثلاثة الخدمات يتعرفون هذا الشيء هذا ثلاثة الخدمات ثلاثة يخدم في الصباح شيء في الأشياء في الليل يخدم حاجة أخرى وكيني يخدم تاني تعليم وكيني وكيني وعندهم هذا العرب هم لدينا هذه العقدة النفسية لدينا أستاذ لم يخدموا شيء أخرى فلان هذا لديه مهمة لديه مكانة لم يخدموا لدينا البوساطة شيء الذي يجب شيء الذي عجبته يديرها عادية جدا نقوم بالتفاهة